السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات الطبخ بقى اسهل. نهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الحواوش الرائع ده. حواوش اسكندراني طبعا بالعجين اللي احنا مجهزينه. هنعمل مع بعض خطوة بخطوة. ونشوف النتيجة الرائعة دي طالع معنا كده ازاي. بصوا رغيفي عامل ازاي وطري ومتحمر من من ناحيتين. آآ هقول لكم طبعا كل التفاصيل دلوقتي. وهفتح معاكم رغيف عشان نشوفه من جوة العجين بتاعنا بعد ما استوى بعد قد ايه طاري. وقد ايه كمان الحشوة بتاعته مستوية وحلوة جدا. بجد طريقة جميلة قوي للحوشة ان شاء الله هتجربوها يعجبكو جدا. وطريقة جميلة وبهرات حلوة قوي وريحة بقى ولا اروع. بجد بجد آآ اكلة مشبعة وجميلة جدا. ومش اتكلفكو غير اللحمة طبعا كيلو اللحمة او نص كيلو اللحمة على حسب العدد اللي عندوكو. العجين ما تكلفش اي حاجة وهنعمله خطوة. وهنشوف مع بعض عملناه ازاي بالطريقة الروعة دي. اتمنى طريقتي طبعا تعجبكو. ويلا على الفيديو نشوف احنا عملناه ازاي. اول حاجة انا عندي كيلو من الدقيق لان انا هعمل كيلو لحمة فانا مجهزة كيلو دقيق ومعايا معلقتين كبار من الخميرة الفورية ومعايا كمان معلقة كبيرة من السكر ونص معلقة من الملح. هحط المكونات الجفة كلها مع بعضها. وهقلبها كويس جدا مع بعضها علشان قبل ما اضيف المية اللي هعجم بيها. انا هيبقى معايا للعجن مية دافية حوالي كباية. مية دافية او كبايتين على حسب بتاعي ما يتعجن. ومعايا كمان نص كباية من الزيت. عايزين تستبدلوا الزيت بالسمنة ما فيش مشكلة بس في الحواوشي اتفضل ان انتو تستخدموا الزيت علشان آآ بيلمع العجين وبيخليه طري وحلو جدا. آآ دلوقتي انا بقلب المكونات الجفة مع بعضها. وبعد ما تتقلب كده هبدأ اضيف المية الدافية معايا. طبعا المية لازم تكون دافية يا جماعة. عشان الخميرة تشتغل على طول. طبعا مش هحط المية مرة واحدة. انا حط شوية شوية. وهاجن وهشوف انا هحتاج قد ايه. يستحسن في الحواوشي بالزيت وانتو بتاعجون العجين بتاعه. ما اضفوش مية كتير مرة واحدة. لازم واحدة واحدة كده علشان آآ احنا هنيجي عنده وقت معين هنوقف المية وهنكمل العجن بتاعنا بالزيت. آآ كمان ممكن تستبدلوا المية باللبن. لو حابين تعجنوا باللبن ما فيش مشكلة خالص. بتبقى عجينة غنية اكتر كمان لو حابين. بس بجد اللي انا عاملها النهاردة دي بجد روعة روعة جدا وهي بالمية مش باللبن. انا بقول لكم على التجربة بتاعتي وبعرفها لكم عشان شاء الله لما اتجربوها. اولا تدعو لي. ثانيا طبعا تهتموا بالفيديو وتشيروه وتشتركوا في القناة وتستنوا دايما وصفاتي بازن الله عشان اقدم لكم دايما الجديد. بصوا العجنة بتاعتي وانا بعجن. بدأت دلوقتي تتماسك هي بس طبعا بتلزق في ايدي شوية. هكمل العجن بتاعي بقى بالزيت عشان بجد العجنة تبقى طريقة وجميلة جدا. هتشوفوها دلوقتي تبقى عاملة ازاي? حاجة جميلة جدا جدا. آآ يعني الزيت بيكمل العجن بتاعها بطريقة جميلة قوي. طبعا انا بقى هعود اشربه كده انا حطيت شوية مش النص كوباية مرة واحدة. هعود اشربه كده واحدة واحدة لحد ما ايه ما العجنة تتماسك تاني وهضيف برضو زيت تاني لحد ما خلص الكمية اللي معاي. انا هستعمل نص كوباية زيت لكيلو ادي ايه. انا كمان لما حطيت النص كوباية دي عشان دي كوباية كبيرة شوية انا ما استعملتش النص كيلو كامل. انا اللي هو النص كوباية كاملة. انا سبت منها شوية من الزيت عشان برضه اقول لكم المقادير المزبوطة اتبقى منها شوية لان الكوباية دي كبيرة شوية العجينة زي ما انتم شايفين بقت طرية وجميلة جدا جدا هنسيبها بقى تخمر هنحطها تخمر مش هتقعد يعني نص ساعة بالزبط هتكون خمرت وهنبدأ نشتغل فيها على طول بس على مال ما تخمر بقى هنجهز مكونات اللحمة بتاعتنا علشان نشوف هنعملها ازاي وبرضه هنركنها شوية على ما نقطع العجين كل حاجة عندنا بنعملها لازم ترتاح شوية وتاخد وقتها دي هنسيبها تخمر اما اللحمة بقى هنجيبها عشان نجهزها ونشوف المكونات بتاعتها ايه معايا كده كيلو من اللحمة المفرومة انا طبعا هو كيلو لحمة كان سليم عندي وانا طبعا فرمته بس ضفت عليه وانا بفرمه طبعا قطعة من اللية قطعة كويسة كده حوالي 200 جرام من اللية وبعدين فرمتهم مرتين دلوقتي معايا كيلو بقى من البصل المتقطع طبعا كيلو اللحمة ليه كيلو بصل نص كيلو اللحمة ليها نص كيلو بصل وهكزا هقلبهم مع بعض وقبل بقى ما قلبهم بالمرة هضيف معاياهم الفلفل الاخضر المتقطع وكمان البهارات اللي عندنا عشان اقلب كله تقليب مع بعض ويبقى متجانس مع بعض طبعا كمية من الملح كفاية عشان ده كيلو لحمة وعليه كيلو بصل ولسه هتحط في العجيب ومعايا معلقة كبيرة من بهارات الحبوشي ومعايا معلقة من البابريكا عشان مش هضيف الفلفل احمر ومعايا معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر ومعلقة صغيرة من الكمون بالشكل ده هبدأ بقى قلبهم مع بعض هضيف بقى معلقتين بس من الزيت علشان آآ يعني آآ تسهل معايا خلط المكونات دي وفي نفس الوقت برضو هيبقى مكون من مكوناتها هيبقى هيفرق معاكو برضو بعد اللي هيبقى محطوط معاها معلقتين زيت كده يلمعوها ويخلوها تتجنس مع بعضها شايفين كده عجلت اللحمة كويس جدا جدا مع بعضها بقت متجنسة جدا وبعد كده هاركنها ترتاح وهبدأ اشتغل في العجين بتاعي على طول بصو العجين بتاعنا خمر بصو عامل ازاي وبقت طرية جدا جدا وبجد بقى مفيش احسن من كده آآ مظبوطة جدا وطرية وهبدأ اشتغل فيها بقى هتسهل علي جدا في الشغل لانها معمولة مظبوط هبدأ بقى اقطع فيها كرات كده على قد حجم الرغيف وبعدين اهو انا دهنا حاجة كده صانية فيها زيت وهبدأ اقطع القطع بتاعتي على قد حجم الرغيف وارصها على الصانية دي بالزبط كده انا همسك العجينة من الجنب وهقطعها بالاسلوب اللي انتو شايفينه ده انا كبرت العجينة شوية عشان كنت عايزة اعمل الرغيف في الكبير شوية بس طبعا لما باجي احط اللحمة هي دي اللي بتحدد لي انا هعمله قد ايه لو في اي زيادة في العجين انا بشيلها بعمله دايرة زي ما انتو شايفين وبحطه على الصانية يرتاح ما بيرتحش كتير بمجرد ما بخلص بابدأ بالرغيف اللي عملته الاول وابدأ اشتغل فيه وهكذا بقى اكور حاولوا تكون كلها قد بعضها علشان الارغيفة اللي تطلع معي تبقى قد بعضها تمام كده واكمل بقى التقطيع بتاعي كله وارجع لكم تاني اقول لكم احنا هنعمل ايه بعد الخطوة دي هنحشي بقى اللحمة طبعا في العجين بس طبعا ممكن كنت اخلي العجين زغير قوي واعمل رغيفين فوق بعض الرغيف الاولاني وحط في اللحمة وارجع احط على وشه الرغيف التاني لكن هنا انا هعمل العجين علشان الرغيف الواحد هبدأ افتحها وحط فيها اللحمة مرة واحدة مش هعمل طبقتين هتشوفوا معايا دلوقتي عاملو ازاي هركنو بقى على جنب وهبدأ احط دلوقتي على مشمع العجن آآ شوية زيت علشان افرد عليه العجينة بصوا بايدي مش محتاج نشابة ولا محتاج اي حاجة طري جدا ويتفرد بسهولة وانا كمان مش هفرده كتير انا بمجرد ما ما هفتحه كده هبدأ اجيب بقى اللحمة وحطها فيه هوريكو الطريقة ازاي عشان مش هنعمل زي ما قولنا رغيفين مع بعض. اهو كورة من اللحمة كورة كده كويسة من اللحمة على قد برضو حجم الرغيف ونبدأ نحشيه بيه. بصوا انا هبدأ بقى اللم الرغيف بالمنظر اللي انتم شايفينه ده وانا بالم كده بشيل الزيادة من العجين على طول علشان الزيادة هنشيله خاص هنفصله عن الرغيف. بصوا اهو انا قطعت العجين الزيادة وهبدأ اقفل خفيف كده واقلب الرغيف عن ناحية التانية ويبقى كده الرغيف بتاعي جاهز معانا مش هضغطه بقى دلوقتي انا دلوقتي هسيبه كده زي ما هو ملفوف وهضبطه في الصينية وهستنى طبعا دقيقة يرتاح بس وارجع فريدو تاني. طبعا معاية دلوقتي صينية مدهونا بالزيت واللي دي اللي انا سوي فيها اصلا ودلوقتي حطيت الكورة اللي انا عملتها حطتها بالمنظر ده وهستنى لما ترتاح عشان افردها على شكل الرغيف هعمل واحدة كمان معاكو بس عشان تعرفوا الطريقة انا بفرد العجينة حتة صغيرة هي وهبدأ اجيب الكورة بتاعة اللحمة احطها جواها وهبدأ الم زي المرة اللي فاتت كده واقطع الزيادة من العجين علشان انا مش محتاجاة بالزبط كده هقفل بقى الرغيف على اللحمة هخلي الرغيف على قد اللحمة بالزبط وهشيل العجين الباقي هحطه على جنب طبعا هكونه مع بعض وهيعمل رغيف تاني ما فيش مشكلة خالص يعني انا مش هرمي اي حاجة العجين ده على فكرة طعمه حلو جدا جدا حتى الاجزاء اللي بتبقى مفهاش لحمة في الرغيف لما بنفرد بتبقى طعمها جميل جدا جدا. اهو زي ما انتم شايفين ده الرغيف التاني معايا هحطه برضو في الصينية ووسع كده بين الارغيفة وبعضها عشان طبعا لسه هنفردها وهكمل بقى الطريقة واوريكم. دلوقتي عملت همات خمس آآ ارغيفة من اللي معانا وهبدأ افردهم عشان ادخلها الفرن. بس عايز اقول لكم الصينية دي ما كفتش غير تلاتة بس لان انا عامل الرغيف كبير شوية. ما كفتش غير تلاتة بس. هنشيل بقى الرغيفين الزيادة نحطوهم في صينية تانية او ساق تاني وعشان ايه آآ نفرد العيش بتاعنا براحتنا. زي ما انتم شايفين كده وهنفرد برضو الرغيف التاني يبقى هنشيل فعلا الرغيفين الزيادة وهنعملها هي تلاتة بس. ما عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا عشان انا مش عملتها في الفيديو. آآ لازم بالشوكة تعملوا كده آآ يعني تفتحوا بالشوكة على وش الرغيف كده تعملوا كزا مرة علشان خاطر آآ ما يترتفعش منكم قوي زي العيش كده. يبقى زي ما انتم شاهدوا في اول فيديو مستواحل وكده وآآ ما يترفعش قوي. آآ مرحلة الشوكة دي انا مش عملتها معاكو بس قبل ما دخلوا الفرن عملتها آآ عملت خروم كده في الرغيف بالشوكة ودخلته على طول عشان ما يقبش زي ما احنا قلنا عشان نتلافة انه يكون زي يعني يعلى معينا مش عايزينه عالي. وده طبعا الشكل النهائي بعد ما سوينا الحواوشي بجد شكله يفتح النفس وطريقته جميلة جدا وتدبل طوالة ارواع. قدمنا بقى معا مخلل الزتون اللي انا عملته معاكو قبل كده في القناة من حوالي كزا شهر كده. وهحط لكم لينك الزتون ده في صندوق الوصفة عشان ان شاء الله ترجعو له تاني. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكو. عايزك تعملو لي بقى لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس عشان شاء الله يوصلكوا دايما مني كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي ووصفة جديدة من فيديوهات الطبخ بقى اسهل. آآ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة